السلام عليكم ورحمة الله ما هو دعاء المساء الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بحياتك هذا الدعاء إذا حافظت عليه ولماذا ندعو به أصلا وما هو الأثر النفسي الذي ينعكس على حياتنا إذا حفظنا هذا الدعاء وحرصنا عليه ودعونا به كل يوم في المساء أحبة في الله النبي عليه الصلاة والسلام كل ما جاء به هو رحمة لنا من رحمة الله عز وجل أنه أرسل لنا هذا النبي الرحيم لذلك قال الله في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فالرحمة والرأفة في قلب هذا النبي على أمته حتى إنه لم يدعو على أمته ولا دعوة سيدنا نوح دعا سيدنا موسى دعا بالهلاك على فرعون كل نبي له دعوة في الدنيا إلا نبي عليه الصلاة والسلام أخر دعوته لأمته إلى يوم القيامة ليشفع لهم انظروا إلى الرحمة النبوية لذلك هذا النبي استحق أن يقول الله في حقه ماذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعونا نقرأ هذا الدعاء أو هذا الذكر العظيم ونتدبر معانيه لأن الذكر أخي الحبيب حقيقة لا يمكن أن يحدث تأثيرا في حياتك إذا لم تفهم معنى هذا الذكر ولماذا تقول هذا الكلام ولماذا في المساء تحديدا لن ينعكس على حياتك بشيء من الفرح أو السرور أو الحياة المطمئنة أو السعيدة إلا إذا فهمت معنى هذا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر طبعا في الصباح كان يقول أصبحنا وأصبح الملك لله ويدعو بنفس الدعاء انظر أخي الحبيب نحن بحاجة أن نحصن أنفسنا وأولادنا من شر الشيطان وشر الحاسدين وشر الأذى وشر المرض وشر الحوادث بحاجة أن تحصن نفسك أخي الحبيب هذا الدعاء حصن لك ولاحظ كثير من أدعية النبي تبدأ بالتوحيد تبدأ بالسناء على الله وحمده وتأكيد وحدانيته ليغرس في نفسك أن هناك إلها واحدا هو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع ويرزق ويشفي ويكشف الضر وبيده كل شيء يعني أمسينا وأمسى الملك لله هذه العبارة تغرس في نفسك أن كل ما تراه من حولك هو لله سبحانه وتعالى وعندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير هذا فيه توكل على الله فيه تسليم أمرك لله لأن بيده كل شيء ما هو سبحانه وتعالى بيده الخير بيده الشفاء بيده أن يكشف عنك هذا الضر أن ينجيك من شر أنت لا تعلمه بيده أن يسر لك أمورك في الدنيا في الدراسة في العمل في الزواج في السفر في كل شيء وبالتالي يجب أن تقتنع وتقنع نفسك لا بمجرد الكلام بل بالفعل أن هناك إله واحد متصرف في الكون ليس له شريك لا أحد يضرني أو ينفعني إلا بإذن الله لا أحد يملك لي الرزق إلا الله عز وجل أنا هنا ارتحت نفسيا فإذن هذا الأمر أخي الحبيب ينبغي أن لا يغيب عنك أبدا بعد أن أيقنت بوحدانية الله وقدرته وأنه هو المتفرد في القدرة تبدأ بطلب طلب رائع تسأل الله خير هذه الليلة وخير ما فيها كل ليلة فيها خير لا نعرفه قد يغيب عنا هذا الخير قد يكون الخير عبارة عن هداية قد يكون هذا الخير عبارة عن رزق قد يكون هذا الخير في صرف مرض عنك وأنت لا تدري فتسأل الله خير هذه الليلة وخير ما فيها وتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها قد يكون فيها لص سارق سيسبب شرا لك فتستعيذ بالله من شره لذلك هذا من الأدعية الشاملة يعني أنت تسأل كل أنواع الخير بعض الناس يركز دعاءه يا رب ارزقني المال فقط يركز دماغه على المال فقط مال 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 أمور وينسى أن هناك الكثير من الأشياء أهم من المال الصحة والعافية والمرأة الصالحة والابن البار الجار الصالح هذا رزق أن يصرف الله عنك حادث أو شر مرض أو شر لا تعلمه هذا رزق عظيم لذلك أنت تسأل الله عز وجل خير هذه الليلة وخير ما بعدها وتستعيذ به من شرها وشر ما بعدها ثم تستعيذ بالله من شر الكسل رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر يعني إنسان عندما يكبر في السن تعتريه الأمراض والضعف والنقص وخلل في دماغه يصبح عالى على الآخرين يشعر أنه الثقيل على الآخرين يستعيذ بالله من سوء الكبر الأشياء التي قد تصيبك في الكبر سيئة تسوءك تستعيذ بالله من شرها وتستعيذ بالله من الكسل لأن الكسل الخمول كثير منا يعاني في دماغه ملايين الأفكار ولكن لا يفعل أي شيء كسل الشيطان دائما يجذبك إلى الأرض يريدك أن تجلس وتحزن لا يريدك أن تنشط وتعبد الله وتعمل وتقدم الخير للناس يريد أن يجمدك في مكانك ثم تستعيذ بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر نصيحة أخي الحبيب إذا كنت ممن يتأثرون بأنه لا عذاب في القبر غير هذا المعتقد لأنك لن تستفيد شيئا يعني إذا اعتقدت أنه لا يوجد عذاب في القبر لن تغير شيئا من الواقع فالأفضل أمام هذه الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر لن تخسر شيئا وتستعيذ بالله من عذاب النار فعندما تستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر معنى ذلك أنك لم تعد قادرا على المعصية حتى فكأنما تقول يا رب أجرني أبعدني عن الأعمال التي تهلكني في نار جهنم أعوذ بك من أي عمل يسبب لي عذاب القبر فهذا الدعاء أيضا يقوم سلوكك في الحياة يجعلك إنسانا صالحا والإنسان الصالح أخي الحبيب تكون حياته مطمئنة سعد الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا أنت في هذه الحالة وحدت الله ضمنت براءة من النار التوحيد من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولكن بشرط أن تكون مقتنعا بها يعني هناك ملحد يقول لا إله إلا الله ولكنه غير مؤمن بالله لا يستفيد شيئا الكلام هنا كلام القلب وليس كلام اللسان فلذلك أنت هنا بما أنك وحدت الله لا إله إلا الله وحده لا شرك له واعترفت أن الملك هو لله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمل فإذا أنا في هذه الحالة ارتحت من الهموم بعض الناس يربط حياته بإنسان آخر يقول هذا الإنسان يمكن أن يحرمني من الرزق يمكن أن يطردني من العمل فتجده يحرص على إرضاء فلان وفلان وفلان حتى أنه يتحول إلى منافق أحيانا كل ما يطلب منه ينفذه من دون تفكير حتى لو كان خطأ فمثل هذه العقيدة النبي أرادك أن تبعدها عنك عقيدة أن فلان يضر وينفع وفلان يرزق وفلان يعطي ويمنع لا كل ما تراه في الكون هو أسباب الله يحركها فهذا الرجل صاحب العمل لا يعطيك شيئا إلا بأمر الله هو مسخر أصلا لخدمتك يجب أن تنظر له على أنه مسخر فهذا يريحك جدا لأنك إذا ربطت دماغك بالبشر تبقى في حالة قلق لأن البشر متقلب الإنسان متقلب يمنع منان يؤذي يمنع الخير مناع للخير هذه الصفات الإنسان للأسف إلا ما رحم ربي لذلك أنت عندما وحدت الله واعتقدت أن الملك كله لله سبحانه وتعالى هذا أعطاك راحة نفسية هائلة جدا ولماذا عند المساء لتنام نوما مطمئنا لأن الإنسان عندما يخلد إلى النوم إذا كان في راحة نفسية في حالة من الراحة النفسية وكان مطمئن القلب النوم يكون مفيدا له ويكون ينام نوما قرير العين ويكون سعيدا نحن ما هدفونا في الحياة السعادة أن نحقق السعادة والطمأنينة فأمر النبي بهذا الدعاء أثناء المساء ليصرف عنك القلق والهموم لأن كثير من الناس يقلق أثناء النوم يعني هذا الدعاء لعلاج القلق يقول لك أنا لا استطيع أن أنام في الليل طب لماذا لا تستطيع لأن دماغه يعمل مع البشر في الدنيا بعيد عن الله هنا النبي يريدك أن تعزل دماغك أن تبعده عن الناس وشرورهم ونقصهم ويقول لك خليك مع الله سبحانه وتعالى كن مع الله ثم عندما تسأل تسأل الله عز وجل خير هذه الليلة وخير ما بعدها وخير ما فيها وما بعدها وتعوذ به سبحانه وتعالى من شرها وشر ما بعدها أيضا هذا يعطيك نوع من الأطمئنان والسكون قبل النوم يساعدك على النوم وعندما تستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر يعني وتستعيذ بالله من الكسل ومن هذا التكاسل ومن الأشياء التي قد تحدث في المستقبل من سوء الكبر يعني الأمراض وكذا فحقيقة أخي الحبيب هنا مثل إنسان ينفض عنه الصدق والغبار وهذه التي تراكمت طوال النهار ينفضها فيصبح نقيا هادئا مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى لذلك أخي الحبيب دعني أكرر معك هذا الدعاء احفظه الآن وإذا كان صعب الحفظ اكتبه على ورقة وضعه بجانبك اكتبه على الموبايل قبل النوم بدلا من أن تمسك الموبايل وتبحث عن فلان وفلان وفلان وتقلق ونحن نعلم يعني على الهامش جامعة هارفورد أجرت دراسة عن الأشعة هذه الزرقاء المنبعثة من الموبايل والتي تدخل إلى العين تؤذي الدماغ وتسبب حالات قلق قبل النوم ولها مشاكل كثيرة يمكن أن تصل بك إلى السرطان أحيانا والعجب بالنسبة للمدمنين يعني على هذا الأمر فلذلك جامعة هارفورد تنصح بإبعاد الموبايل قبل النوم بساعة حتى حتى يهدأ الدماغ ويستقر نبينا أمرنا بهذه الأدية فأنت إذا كان لابد تريد أن تنظر في الموبايل فافتح على هذا الدعاء وكرره مرة مرتين ثلاثة كل ما كررت أفضل هو النبي كان يقوله مرة فأنت لكي تحفظه وكرره لكي يحفظ معك خلال عشرة أيام تجد نفسك أنك حفظته فيصبح يدور على لسانك بشكل طبيعي الدعاء يقول أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ولا تنسى أيضا في الصباح أن تقول أصبحنا وأصبح الملك لله وتدعو بنفس الدعاء نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق